اللون الابيض لاحظوا الفرشات غنضيف عليه اللون تركوز لاحظوا درجة اللون تركوز قليل غد يعطيني درجة دي اللون تركوز خفيفة جدا وندير طلاء للحائط يعني في المستوى اللي غندير فيه المنظر بكامله لاحظوا احبابي درجة اللون يعني خفيفة جدا ولاحظوا الفرشات وطريقة الطلاء للحائط طريقة السهلة السليسة في التعامل مع اللون والفرشات الآن نفس الطبقة اللي ضفتها على الابيض غنديرها من الفوق ونحاول ندمجها مع اللون التحت بطبيعة الحال غندير وحد يعني مساحة فقط ونخلي اللون تحت لاحظوا الطريقة اللي وضعت به الطلاء على اقصى اليسار درت مساحة كبيرة على اقصى اليمين قلت من المساحة ثم غنجيب فرشات مو بالليلة بالماء وغندمج نقطة نقطة تلاقمة باللون اللي في الخلفية واللون للفوق اللي هو التركوز ثم بنفس الطريقة غنحاول ما أمكن ندير نعيكاس للتحت على اقصى اليسار اللون المساحة دياله كبيرة على اقصى اليمين غنعطيني مساحة قليلة ثم غندمج اللون الاذماج خفيف بفرشات مبللة بالماء ودائما غندمج نقطة تلاقمة بين اللونين لاحظوا طريقة الاذماج سهلة سليسة بكل بساطة باش يتدمج اللون مع اللون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية مجددة الى كل متابعية الكرام في درس جديد اليوم ان شاء الله سنتعلم رسم المنظر الطبيعي بطريقة احترافية للمبتدئين ولكن سهلة جدا فشدوا معي الرحال وتابعوا معه بالمستارة غد ندير يعني خط افقي يقسم المنظر او يقسم الحائط لاحظوا درتوا الوسط بالدب وسط المنظر خط افقي ثم سنجب من اخر نقطة من الخط خط اخر ما ايضا اعطيني متلت يعني متوازي او زاوية قائمة ان صح التعبير ثم سنجب اللون الابيض والاسفر والاحمر ونبدأ الآن ندير في سحب واضاءة على مستوى خط الافق لاحظوا الضربات دي الفرشات واللون اللون يعني فيها خليط من الاحمر والاسفر كما قلت والابيض لاحظوا درجة اللون دائما نحاول ما امكن البلاصة اللي فيها اللون خافت نعطيها الوان اخرى خافتة وكندمج اللون يعني كنعطيهم مساحة لا اكتله في بقع لاحظوا الآن اللون الاسفر واللون البنفساجي واللون الابيض والاحمر غندير واحد الخاليب شوفوا احبابي كيفاش ندمج السباغة ثم غنبدأ رسم الآن في سحب وحاولوا احبابي تركزوا معه شكل ضربات دي السحب في هذا المنظر سحب يعني ما الى نحو اليمين من التحت الى الفوق بطريقة هارمية ونحاول دائما نضرب ضربات فوق تحت ونخلي دائما الفرشات مسطحة ونعود ندمج اللون التحت حاولوا احبابي دائما تركزوا معه كيفية الضربات الان فرشات مبللة سندمج الجزء الاسفل من كل كتلة دي السحب لاحظوها الطريقة لأحبابي المبتدئين سنحاول ما امكن منركز على الاذماج باش يشوفوا الاحباب ديالي كيفية يعني وضعية الموتيف ديال السحب الان اللون الاسفر غنديرو من التحت محاولة لتأطير السحب اللي ارسمت ثم ادماج اللون يعني كندخلو بشكل خفيف بحيث بقمعزو اللون الاول واللون الاسفر لاحظو العملية الاذماج سهلة ما غديش نقوي الاذماج باش نخلي دائما الكوتل ديال السباغ في السماء كتعطيني واحد سحب جميلة وبسيطة جدا كيف ما كتشوف لاحظو طريقة الاذماج دائما واللعب بالفرشات وكيفية ادماج اللون مع الخلفية ولاحظو التدرج اللوني ديال لون السماء الان غن نضيف اللون البنفسجي والاحمر لاحظو درجة اللون غنبدا نضلل فيه نضلل بيه السحب على اقصى اليسار بنفس الفرشات ونحاول ندير التواءات اللي كتعطيني الظل ولينعكاس ديال الظل ثم نوزع ما تبقى من ضربات ديال اللون في مناطق اخرى باش نعمم هاد الالوان على السماء بحيث تبدأ تبان تظهر في المقدمة والخلفية تبان الان اللون الاخضر والاسود ولاحظو راني اعطيت لي اللون الاسود قوة هنا لان البساط ديال المروج كيبان عميق جدا لذلك ردي نحاول نقو اللون نحو الاسود طبيعة الحار رفيه لونين الاخضر والاسود وكي ظهر بانه اسود ولكن بعمق اخضر كما سترون من بعد وندير الطلاء في المنطقة اللي حددت فيها المتلت بكل سلاسة احبابي لاحظو ده الان الوضعية ديال المنظر كديرا الان على مستوى خط الافق مباشرة نبدأ رسم في اشجار بعيدة و حشائش يعني كتظهر كأنها بعيدة اشجار وغابات غتسد لي الافق وغتعطيني يعني منظر ديال افق بالاشجار لاحظوا ولاحظوا الفرشات وطريقة الدربات وكنحاول دائما نديرهم في مستوى علو واحد متقاربين في العلو ولكن مختلفين في الوضعيات لاحظوا الان بديت تعضح لي الاتجاه ديال المنظر ثم غندير واحد شجرة كبيرة في المقدمة وفي الوسط ديال المنظر لاحظوا من نفس عائلة الاشجار اللي في الغابة تحت اشجار يعني تظهر كأنها في شكل واحد غنجيل اسفل المنظر وغندير حشائش واعشاب لاحظوا طريقة ديال ضربات ديال الفرشات من التحت الى الفوق بلا ساعات وضربات جميلة رائعة لاحظوا الطريقة يعني درجت فيها فيديو على كيفية رسم الحشائش لاحظوا الضربات العمودية اللي كتعطيني شكل الحشائش وتنوع الحشائش في المنظر الطبيعي ولاحظوا دائما المساحة اللي كنوزع فيها ضربة ديال هشائش لتحت مباشرة وفي شكل مائل هنجيب اللون الأخضر الآن بأحدود درجة وغندير تحت مباشرة تحت الغابة ديال الأشجار باش يعطيني وحد الإضاءة خفيفة درجة أولى في الإضاءة بطابعة الحال دائما كنخلي وحد المساحة ما بين الأشجار والخط اللي كنرسم فيه اللون أو كل لون فيه وكنخلي دائما المساحة ديال اللون الأخضر الآن غنبشي تستحب باش ندعم باللون الأصفر ونحاول ما أمكن ندير لا ساعات خفيفة لأنني ارتائيت بأن اللون الأصفر خاصو يعم في المنظر باعتبار أن المنظر شبه غروب لاحظوك نوضع اللون الأصفر ثم ندمج بالأصبع ديالي نحاول نوزع هذه الكمية في السماء حتى نسجم اللون الأصفر مع باقي المنظر من جديد اللون الأخضر نحاول دائما تحت الأشجار مباشرة نمشي بخط ولاحظوا الفرشات أحبابي طريقة توزيع اللون يعني بدون ضربات نجر الفرشات باش تعطيني الموتيف دي الحشائش تحت ونوزع بهالطريقة السهلة البسيطة اللي غتعطي الأحبابي يعني دفعة جميلة في رسم مثل هاد المناظر اللي عبارة عن بساط دي المروج لاحظوا توزيع اللون دائما بجر الفرشات لاحظوا الجر دي الفرشات نفس اللون دائما كنعود ندعم اللون بطبيعة الحال ضفت واحد النسبة دي اللون الأصفر باش تبانوا واحد الإضاءة ويعني ويظهر تدرج خفيف جدا يكاد لا يظهر وممكن لكم تخدموا بنفس اللون إلا أن الطبقة إلى ضفتها كتعطي وحد نكهة لللون وكتعطي جمال منفارد لاحظوا اللون كيف غطي غطي الافق دي المروج لاحظوا كأنها مروج حقيقية بجرات خفيفة أحبابي لاحظوا ضربات خاصة بالمبتدئين الذين لا يتقنون مثل هات ضربات لاحظوا الفرشات الآن وبنفس اللون سنبدأ نوزع في الإضاءة على الأشجار البعيدة ودائما على أقصى اليمين لاحظوا اللون ولاحظوا درجة اللون ولاحظوا الفرشات والضربات دي الفرشات بضربات خفيفة أحبابي وهي كتعطينا الموتيف مثل هاد الفرش دائما أستعملها في مثل هاد ضربات لاحظوا كيف كتعطيني الموتيف بضربات خفيفة تعطي ضربات واقعية احترافية ولكم كذلك الشأن في إبداع مثل هاد الفرش تستعملوها وتحاولوا ما أمكن تقضيوا بها أغراض كهذه الضربات التي الآن أقوم بها لاحظوا دائما على الجهة اليمنى من كل كتلة أو عنصر دي المنظر دي الأشجار لاحظوا كنضرب دائما على اليمين وكنخلي المساح دي الضل بينه وضهر حتى يتم انعكاس الضوء على الضل فتظهر الواقعية كما ترون أحبابي بكل سهولة وبساطة كنكمل الآن ضربات دي المروج ثم كندير اللون الأخير لون الصفر أخضر بسطاش فسوقي جميل كنديرو على أقصى اليمين يعني كلمس به الجوانب دي الأشجار فقط ما كندخلوش في اللون باش يبقى اللون أخضر طاقي ويعطي واحد لينعكاس ضوئي لكبيلية اللون دي السماء السحب الصفراء ويباني انعكاس الأشجار مع السماء الآن غندير جدع باللون الأسود والأخضر جدع الشجارة وغنخرج الجدع صغار كيف ما كتشوفوا أحبابي بدون ما ندير الضوء للجدع لأنه هنا مضلل فقط كيندضل لون الضل فقط لاحظوا الآن لون الفستوقي غنبدأ ندير الآن في حشائش لاحظوا الفرشات العريضة ندير في حشائش ومروج لاحظوا لاحظوا الضربات دي الفرشات غنوزع واحد الكمية دي المروج أفقية في خط أفقي على الجهة اليسرة وندخل بها شيئا ما نحو اليمين وحاولوا ما أمكن أحبابي دائما تسلكوا الطريقة السهلة في مثل هالضربات ولكم أن يعني تحاكوا الفيديو تحاكوا الطريقة التي أرسم بها كما أرسم أحبابي ترسمون لأنها الطرق السهلة اللي جيتكم بها اليوم باش تعلموا رسم مثل هذ المناظر السهلة ولا لاحظت أني ما كنترش الألوان وما كان كترش الدربات لكي لا أتقي لكاه لكم كما قلت مسبقا لاحظوا الدربات الآن ديال اللون الفستوقي وتوزيعه في المنظر كأنها حشائش وأشجار وأشجار الضوء 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 البساط الأخضر التحت ثم نخرج بضربات وفقية كذلك هنا ونخلي واحد المساحة ديال لون أخضر بين لكي يظهر التنوع لأن حقول هذه كتبان كحقول للقمح والزرع كما ترون أحبابي نفس الدربات لاحظو كندخل شيئا ما على أقصى اليمين ونخلي المساحة ديال الضل لعبة دورة ثم كي يجي دور لانعكاس الآن لاحظو باللون الأسود والأخضر هنبدأ ندير انعكاس ديال الكتلة ديال الأشجار لكي نعلم مستوى خط أفق مباشرة في المياه ولاحظو كيفية العمل في انعكاس الألوان في المياه التحت كندير لون كتلة ديال اللون تشبه النوع ديال الشجار ثم أجر بجرات الفرشات تعطيني الموتيف والانعكاس في المياه مباشرة لاحظو دربات الفرشات المسطحة وطريقة الدربات كنحاول دائما نكون سليس سهل في توزيع الانعكاس والضربات ببساطة ودائما نفس اللون ونفس الأشكال لفي الانعكاس كنحاول نمشي على الخط الأفوقي تحت لكي لا أخرج على النطاق المعقول في المنظر بشي كل انعكاس معقول ومنطقي كما ترون لاحظو الدربات وشكل الدربات وطريقة ديال ووضع اللون ديال اللي انعكاس تحت في المياه بالفرشات العريضة نوضع اللون ثم نبدأ نجر في جرات تحت كتعطيني الرفلة ديال اللي انعكاس في المياه وتعطيني اللي انعكاس بطريقة جميلة ورائعة ثم باللون الأخضر اللي درته في المروج سنبدأ نطلع في حشائش تحت بنفس الدربات اللي درت بها لون الظل نقدر ندير مثلا لون واحد او لونين مثلا نبين فيهم تدرج اللوني نقدر ندير ثلاثة الألوان وممكن ندير لون واحد على حسب الإضاءة اللي كنبغي على حسب القوة دي الإضاءة ليا الاختيار وانا احبابي انصحكم باش تديروا لون واحد ومن بعد تحاولوا ما امكان تشجعوا مرة اخرى باش تديروا الوان اخرى لاحظوا اللون هنا كيف يظهر الحشائش ثم ندير واحد الإضاءة في الظل دي يعني المروج تحت الخط لغذي المتلة مباشرة كيبال لنعكاس دي الحشائش والخضرة في المنظر ثم دمج الألوان يعني نحاول نوزع اللون باش يبان ضبابي في المية التحت ثم يظهر أو يظهر من اشتراك في القناة والضبط على زر ليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر